اشتركوا في القناة السابع للنادي الاهلي يوم السبت القادم الساعة السادسة ونصف مساء بتوقيت القاهرة المباراة هتتلاح أمام منتري المكسيكي على ملعب النهيان ملعب نادي الوحدة الاماراتي عندنا النهاردة كواليس وأخبار مهمة جدا من بعثة فريق النادي الاهلي في الامارات وكمان هنتكلم على منتخبنا الوطني وآخر الأخبار والكواليس والاستعداد للموقع الكبيرة كما يطلق عليها الإعلام والصحافة في الكاميرون وكمان هنتكلم عن آخر أخبار منتخبنا قبل المباراة المرتقب ان شاء الله لتتعب يوم الخميس ساعة التاسعة مساء بين مصر والكاميرون على ملعب أوليمبيل ملعب الافتتاح والنهائي وبإذن الله ان شاء الله تكون مباراة الحسم والختام لمنتخبنا في هذا الملعب يوم الأحد القادم نهائي كاس أمم إفريقي حالة فاكة وليس وتفاصيل مهمة جدا ونتكلم عن أمور خاصة كمان بحكم مباراة مصر والكاميرون وإزاي تم تعيين هذا الحكم لهذه المباراة لكن خلونا نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة اليوم وعايزة عرب بقى يعني الجزء التاريخي كده والناس اللي امتبع من خلال مشاركة الأهلي في ست مرات قبل كده ودي المشاركة السبعة ايه أفضل مشاركة للأهلي في منذيال الأندية خلال السنوات السابقة كل واحد يشارك معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام وفي الفقرة الأخيرة هستعرض أكبر قدر من أراكم ونشوف من خلال رؤيتكم ايه أفضل مشاركة للأهلي في السنوات السابقة لكن خلونا نبدأ حلقتنا بأهم العنوان في ترند الأهلي الفريق يخود دمرانه الأول في الإمارات كمان فيفا يعقد محاضرة عن التحكيم ولوائح منديال الأندية وفي الترند المحلي سلبية مسحة منتخب مصر قبل مباراة الكاميرون استعراض مباراة اليوم النهاردة ختام مباراة تاكاس الربطة اللي انتقلت بالطبع في منتصف هذا الشهر نتيجة طبعا انشغال منتخبنا في منافسات تاكاس أمم إفريقيا النهاردة في مباراة الساعة 5 تلات مباراة بيتلعبوا في توقيت واحد الزمالك أمام طلاع الجيش فرقه أمام إمبي وغزل المحلة أمام سيراميكا كيليو باترا كنا نعرفين النتائج وشفنا بالتأكيد المتابعة خلال هذه الفترة لمباراة تاكاس ربطة واي فترة كويسة كل نادي أكيد عنده استعداد بالنسبة لهذه المرحلة مباراة بادي الساعة 5 وبالتأكيد هيكون فيه متابعة حية لنتائج هذه المباراة على مدار الحلقة طيب النهاردة حنا بنتكلم في واحد فبراير عشرين اتنين وعشرين ذكرة هي طبعاً ذكرة كانت صعبة وذكرة أليمة مر عليها عشر سنوات وهي ذكرة طبعاً استشهاد ووفاة اتنين وسبعين واحد من مشجعي النادي الأهلي في استاد برسايد ألف رحمة ونور عليهم رحم الله شوهدها الأهلي ودايماً بنتذكرهم ولن ننساه أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونبدأ نشوف أولى فقرات حلقة النهاردة من برنامج التريند أهلاً بحضراتكم من جديد وفقرات تريند التريند فقرات تريند التريند هنتكلم فيها عن ثلاث موضوعات لكن أبرز موضوع معايا في هذه اللحظات الحديث عن مشاركة الأهلي في كأس العالم مالي الأندية ومن النهاردة نبدأ نتكلم عن هذه البطولة الكبيرة اللي بالتأكيد النادي الأهلي هيشارك فيها للمرة السبعة وهو رقم قياسي بالنسبة لبطل إفريقيا الكابتن محمود الخطيب منذ لحظات قليلة أعلم في تصريحات رسمية تفاصيل مهمة جداً بخصوص مشاركة الأهلي في هذه البطولة في البداية شكراً للإمارات الشقيقة مصلحة مصر أولاً ثقة في لعب الأهلي كبيرة وجه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الشكر والتحية لدولة الإمارات الشقيقة على الاهتمام وحفاوة الاستئبال لبعثة الأهلي التي وصلت مطار أبو ظبي مساء أمس للمشاركة في بطولة العالم للأندية التي تجرى فعاليتها خلال الفترة من 3 إلى 12 فبراير وقال الكابتن الخطيب أن هذا الأمر ليس بجديد على الأشقاء الذين تربطنا معهم علاقات تاريخية يعتز بها الجميع على مر العصور وأضاف أن إقامة بطولات عالمية في الإمارات الشقيقة يعكس نجاحتها الكبيرة في تنظيم المناسبات الرياضية السابقة لا سيما أنها تملك بنية تحتية رائعة وكوادر متميزة وعن مشاركة الأهلي في هذه النسخة من كأس العالم للمرة السبعة قال الكابتن محمود الخطيب أن ثقة كبيرة في لعب الأهلي الذين سيشاركون في البطولة وإن أي لعب يرتدي تي شيرت النادي في أي مناسبة أيا كانت الظروف سوف يبزل أقصى ما لديه لرفعة اسم الأهلي والحفاظ عليه وإن النادي الأهلي ومسؤوليه في مثل هذه المواقف لا يتحدثون عن أي ظروف أو معطيات أخرى وأن الهدف من المشاركة سيكون ذات الهدف في المرات السابقة وهو تقديم أحسن العروض وتحقيق أفضل النتائج وأشار إلى أن الجهاز الفني وكل منظومة العمل يدركون حجم المسئولية الملقاة على عاطقهم وقادرون على تحقيق المعدلة الصعبة وإسعاد جماهير الأهلي الجزء اللي جاي ده مهم جدا رفض الكابتن محمود الخطيب الحديث عن فقدان الفريق للاعبيه الدوليين الذين يشاركون حاليا مع المنتخب الوطني في بطولة الأمم الإفريقية وقال إن النادي حينما علم قبل فترة بتعارض موعد بطولة الأمم الإفريقية مع كأس العالم للأندية تحرك بكل قوة في كافة الاتجاهات المشروعة وتم مخطبة فيفا والكاف وكبلهما الاتحاد المصري لقرة القدم للإطلاع بمسئلياته في هذا الشأن وبعد اتصالات مكسفة حين ذاك أعلن رئيس الاتحاد المصري لقرة القدم وقتها أن المنتخب سوف يشارك في كأس الأمم بكل لعبي وأن الأهلي سيشارك في بطولة العالم للأندية بكافة لعبي ولن تكون هناك مشكلة لكن في النهاية تفاجأنا بتعارض موعد البطلتين وحدث مع حدث وبالتالي كان قرار النادي الأهلي سابقا لكل شيء بأن مصلحة مصر أولا وأنه أي الكابتن الخطيب سبق أن أعلن عن ذلك في وسال الإعلام وأضاف أنه عندما ينجح لعب الأهلي في رفع اسم مصر ويساهمون مع زملائهم في الفوز ببطولة الأمم الإفريقية بالتأكيد هذا الأمر يسعد كل أهلاوي لأنه كما قال في السابق مصر أولا وجماهير الآله هي أول من تساند منتخبات بلدها والنادي الأهلي سيظل هو الدعم الأول للمنتخبات القومية في كل الظروف دي كانت تصرحات مهمة جدا من الكابتن محمود الخطيب مع بداية العد التنازلي لمشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية والتأكيد على بعض المفاهيم والمعاني خلال الفترة السابقة بإذن الله كمان إن شاء الله النادي الأهلي قدر الإمكان هيلعب في البطولة عشان يحقق نفس النتائج وإن كان ممكن يكون فيه الأفضل خلال الفترة اللي جاية طبقا لتصرحات الكابتن محمود الخطيب وبالتأكيد نجاح لعيب الأهلي في بطولة الأم الإفريقية مع منتخبنا الواطني ده هيدي حماس وأمور إيجابية إن شاء الله مع مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية أما عن استضافة الأشقاء في الإمارات لكأس العالم الأندية ده مش جديد عليهم دولة الإمارات العربية المتحدة جهزة لاستضافة كأس العالم للكبار لكرة القدم للمنتخبات ودولة الإمارات تحديدا وكل الإمارات في دولة الإمارات جهزة لاستضافة أكبر الأحداث القروية وبالتأكيد النادي الأهلي يعني أكنه موجود في بلده مصر وهو موجود بالتأكيد في بلده الثاني جمهيري النادي الأهلي بالتأكيد كمان هتصنع الحدث فبإذن الله إن شاء الله تكون مشاركة مميزة والاستقبال بالأمس يعني حدث ولا حرج عن كل الأشقاء في الإمارات إخواتنا بالتأكيد كل الإماراتيين في الاستقبال والتواجد دايما مع بعثات النادي الآلي في الفترة السابقة وفي الفترة الحالية قدامك وهو كمان دي صور بتعكس بقى لأنا بقوله بشكل عملي استقبال كل طبعا المسؤولين في الإمارات وتحديدا كمان الإعلامي الكبير الأستاذ يعقوب السعدي الإعلامي الكبير اللي بتأكيد بيلقى حب واحترام وتأدير من جماهير النادي الآلي بشكل خاص وجماهير مصر بشكل عام والنادي الآلي موجود في الإمارات أو في إمارة أبوظبي أكنه بالضبط موجود في مقر الرئيسي في مقر النادي بالجزيرة أو موجود في القاهرة استقبال كمان وحديث مع الكابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة والحمد لله كل الأمور إن شاء الله تسير بشكل طيب بالنسبة لي استقبال البعثة والتحضير لأولى المباريات أمام مونتري المكسيك قدامنا كمان وليد سليمان كابتن حسين الشحات يعني إن شاء الله بإذن الله اللعبة والنجوم يكونوا قادرون على تهديم أفضل ما لديهم في هذه البطولة ولا ننسى أن النهاردة 1 فبراير نادي الجزيرة الإمارات هيبدأ يسجل قايمته اللي يلعب بيها بعد غد إن شاء الله أمام تاهيتي وبطل تاهيتي وإن شاء الله نتمنى التوفيق لفريل الجزيرة اللي يتأهل ويلعب مع الهلال السعودي لكن نادي الأهلي مباراته الأولى يوم السبت القادم فالنادي الأهلي هيسجل قايمته الرسمية 23 لاعب بشكل رسمي بإذن الله يوم الخميس القادم 3 فبراير وده الموعد الرسمي والنهائي اللي حدده الفيفا وأعلنناه مسبقا في مرات عديدة طيب دي الأمور الخاصة بأخبار الأهلي ولسه كمان عندنا تفاصيل تانية في الفقرات القادمة لكن عايز أروح بقى لمنتخبنا الوطن النهاردة الحدث كله من خلال صفحات السوشيال ميديا كان على منتخبنا الوطن لأن المنتخب أكيد بيستعد الحدث كبير بيستعد المبارات نصف نهائي كأس أمم إفريقيا ومصر دايما صاحبة الرصيد الأعلى في التأهل لهذه المرحلة من عمر مبارات البطولة مرحلة السيمي فاينال طيب النهاردة صباحا تم الإعلام بشكله عن تعيين الحكم الجنبي بكاري جسامة لإدارة مبارات مصر والكاميرون يوم الخميس الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على ملعب أوليمبيا في العاصمة الكاميرونية يا ويندي بصوا جماعة الاختيار والتعيين ده ما كانش فيه حد وتغير عشان نتكلم برضو الصح والحق عشان البلبلة اللي على السوشيال ميديا أصلا كان فيه حكم من جواتيمالا كان فيه ماريس كوبر هو اللي هيدير المباراة وتم تغييره وتعيين بكاري جسامة هذا الكلام عاري تماما من الصحة حكم الجواتيمالا وأنا اتأكدت من الكلام ده من خلال مصادر موسقة ورسمية داخل الاتحاد الإفريقي أصلا هذا الحكم تم اختاره منذ حوالي يومين أو ثلاثة إنه هو خلاص خارج منافسات كأس الأمم لين يدير أي مباراة في الفترة القادمة لكن تأخر سفروا إلى دولة جواتيمالا بسبب ظروف الطيران بالأمس تم حجز تذاكر الطيران وسافر مساء أمس إذن تعيين الحكم الجواتيمالي أصلا لم يحدث التعيين اللي حصل من الأول وهو الرسمي كان تعيين بكاري جسامة كان في اجتماع لجنة الحكام للاستقرار على التعيينات كان في البداية الاختيار لبملكة سيمة الأسيوب لإدارة مباراة السنغال وبوركينة فاسو ثم في المساء كان في مشاورات في مسألة اختيار بكاري جسامة إلى أن تم تعيين صباح اليوم أنا عندي في موضوع بكاري جسامة نقطتين وأتمنى الناس بس تستوعب اللي أقوله ده خاصة المسؤولين المصريين اللي شغالين في الاتحاد الإفريقي وعلى رأسهم الكابتن عصام عبد الفتاح تحديدا لأن أنا كاتحاد مصري أو أنا كمسؤول عن القرى المصرية لما بحط المصريين في لجان الكاف أنا مش بحطهم عشان يساعدوني لا أنا بحطهم عشان أولا ياخدوا خبرات ويكون لهم دور في هذه اللجان وفي نفس الوقت كمان يضمن أن يكون فيه حيادية وعدالة بكلمته وصوته داخل اللجان الرسمية في الاتحاد الإفريقي الرسالة عايزة أوجهها للكابتن عصام عبد الفتاح يا كابتن عصام بكاري جسامة عقب مباراة مالي وغينيا الاستوائية أنا أقول أسماء مباراة بتوريخ رسمية مباراة مالي وغينيا الاستوائية يوم ستة وعشرين يناي يعني بالضبط من حولها أربع خمس أيام هل بعد المباراة مباراة مالي وغينيا الاستوائية الأمور عدت بشكل عادي ولا حصلت مشاكل من إدارة بكاري جسامة أنا مش بتكلم عن الهيستوري مش بتكلم على تاريخ بكاري جسامة مع القرى المصرية ده أنا بكلم عن حدث مالوش علاقة منتخب مصر بس ألف به وانت موجود في لجنة وعندك مشكلة فنية في إدارة حكم بتستبعده فترة وبتختار حكم أفضل وانت عندك حكام يعني مميزة آه ممكن يكونوا قليلين لكن ممكن أستعين في مباراة مصر والكاميرا طيب بكاري جسامة تم توجيه شكوى رسمية ضده وعن يعرض الشكوى دلوقتي على الشاشة من الاتحاد المالي لجرة القضل هذه الشكوى تم إرسالها إلى الاتحاد الإفريقي ويمين عام الاتحاد الإفريقي ولجنة الحكام بتاريخ 27 يناير يعني بالضبط الموضوع ده بالضبط بقاله أربع أيام الشكوى بيتقال فيها إيه من الاتحاد المالي؟ قال إن حصل تأثير من حكم المباراة وتقنية الفار على بعض القرارات في هذه المباراة وقال كمان إن مباراة مالي وغنية الاستوائية في الدور سمن النهائي تم حرمان منتخب مالي من ضربة جزاء واضحة والحكم كان شايف والفار تغاضى عن احتساب لمسة يد وإقناع الحكم بيها في مباراة غنية الاستوائية قال كمان الاتحاد المالي إنه بيطالب الاتحاد الإفريقي بإعادة النظر في قرارات الحكام الرئيسيين وحكام الفار يعني الاتحاد المالي باعت للاتحاد الإفريقي يوم 27 يناير بيقوله بكاري جسامة في هذه المباراة حصل منه واحد اتنين ثلاثة وهو حكم الفار حكم الفار وقتها كان حكم مغربي وبيطالب الكاف بإعادة النظر وبحس هذه الأخطاء طب انت هتبحث الأخطاء وتشوفها وعلى فكرة هذه المباراة فقالا كان فيها أخطاء تحكمية كبيرة جدا هل بعد أربعة أيام تجيب المباراة مصر والكاميرون؟ يعني ألف دي أنا كلاجنة وبدير ملف مهم زي ده حكم عنده مشكلة أجيبه في مباراة زي دي ما جانيسي كازو في مباراة تونس كان عنده مشكلة بس الاتحاد التونس وقته أخذ موقف ضد جانيسي كازو وتم شكوى رسمية ضده طلع بقى تعبان ابتعد لفترة صاحب تعبه عموما جانيسي كازو بيعد على المباراة الرسمية آه دخل غرفة الفلف بعض المباراة لكن بيعد ما شفناهش في الملعب خلال هذه المرحلة وحتى في الدور نصف النهاء القاضي فبجري جسامة الأولى أن بعد هذه الشكوى وبتنظر فيها وتشوف المشاكل الفنية وشكوى رسمية من الاتحاد المالي لرئيسه ماماده توري عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي يعني رئيس الاتحاد المالي لو عضو المكتب التنفيذي للكاف بيشتكي لجنة الحكام بقول لهم عندكم حكم عمل واحد اتنين تلاتة اربعة فين دورك يا كابتن عصام عشان يجي حكم زي ده فيه شكوى رسمية ضده يتعاين لقبارات مصر والكاميرون بعد حوالي اربع ايام من الشكوى ده كل ده انا مش بتكلم على الناحية التاريخية ده انا بتكلم بس عن مستند وشكوى رسمية حصلت من اربع ايام الجزء التاني كابتن عصام عبد الفتاح المفروض حضرتك ضمن اللجنة الرئيسية في ملف الحكام اللي كانوا مفروض موجودين في الكاميرون خلال الفترة الاخيرة والكشف الرسمي اللي اعلنوا الاتحاد الافريقي قبل البطولة قال ان الكابتن عصام موجود ضمن الوافد الرسمي للمية التحكيم في هذه البطولة الكابتن عصام في مصر هنا موجود ليه؟ يعني موجود ليه في مصر؟ ليه ما راحش؟ ليه ما يقومش بدوره بمسئلياته ويشوف ملف التحكيم على الاقل؟ لو حد عايز يحرك حاجة في الكواليس يبقى انت لك دور كراجل مصري الناس استأمنتك على هذا المكان تكون موجود عشان لو احنا لنا حق تدافع عننا مش تجيب لنا حاجة زيادة عن حقنا احنا مش عايزين حاجة اكتر من حقنا عايزين حقنا فبالتالي ما يكون فيه عضو مصري داخل لجنة الحكام لازم يقوم بدوره ومصرياته في هذا الموضوع كل ده بقى بعيد عن الهيستر والتابيخ بتاع باكار الجسامة اللي الكل عارفه مبارياته مع الاهل ومع متخب مصر واولى مبارياته مع مصر ونيجيريا في البطولة وعدم الرجوع للفرفة اكتر من لعبة هو وبملكة سيمة طبعا اكتر اتنين حكام يعني عليهم جدل كبير وكلكم عارفين التاريخ خلال الفترة الاخير قبل ما اطلع الفاصل الحمد لله متخبنا المسحة سلبية وما فيش اي صحة لكل الكلام اللي تقال في الكاميرون ان في محمد صلاح ايجابي او اي لعيب الحمد لله المسحة سلبية والكل سليم والكل جاهز لمباراة الكاميرون اخرج الى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونشوف كمان اخبار منتخبنا وترند امم افريقيا اهلا بحضراتكم من جديد والحديث عن ترند امم افريقيا ونشوف مع بعض السوشيال ميديا ازاي تناولت الحديث عن مباراة مصر والكاميرون وكمان ابرز العنوان اللي اهتمت بيها المواقع والصحف في الساعات الاخيرة طيب الموقع الرسمي والصفحة الرسمية للاتحاد المصر لقرة القدم بتتكلم على احمد حجازي خلاص بعد ما تأكد اصابة احمد حجازي وعدم لحاقه بباقي مباريات البطولة حجازي هيتوجه الى المانيا مساء اليوم الى المانيا للعلاج هيتوجه حجازي مساء اليوم لمدينة ميونخ الالمانيا اللي بدء برنامجه العلاجي باحد المراكز الطبية المتخصصة ناك وفقا لما تستلزمه الاصابة التي مني بها خلال لقاء مصر والمغرب في ربع نهائي امم افريقيا اصابة حجازي عبارة عن يعني شد قوي او وصل لمرحلة المزء في العضلة الضمة ولم يتمكن بسببها من استكمال المباراة عمل فحوصات وبتاع بس الاصابة طبعا تمزق في اوطار العضلة الضمة ودي بتحتاج لفترة طويلة من العلاق فبالتالي سافر الى المراكز المتخصصة في ألمانيا لمتابعة هذه الحالة عشان تدقتها وكمان يقدر يرجع في اسرع وقت ما ياخدش وقت كبير الف مليون سلامة على حجازي وعايز اقول لكم ممكن حجازي ده من اللعيبة خبرة وقيادة ولعب على اعلى مستوى سواء داخل الملعب او خارج الملعب خسرنا لعيب كبير في البطولة لكن ان شاء الله البركة في اللي موجودين ايمن اشرف موجود محمد عبد المنع بنجم البطولة من وجهة نظري موجود كمان في خط الدفاع ان شاء الله انا استعيد كمان بوجود محمد حمدي الوينش فيه كمان محمود علاء فان شاء الله الخيرة في الباقي وان شاء الله بإذن الله المنتخب يعمل مباراة كبيرة قدام الكاميرون حساب في الجول نشر تصراحات مهمة جدا اللي محمد صلاح يعني كان صرح بيها للبي بي سي محمد صلاح قال لن نحلم بالنهائي قبل مواجهة الكاميرون يجب ان نبقى اقدمنا على الارض لاننا لا نستطيع التفكير كثيرا فيما ابعد من مباراة الكاميرون اعتقد اننا لعبنا مباراة جيدة ضد المنتخب المغربي القوي زملائي في الفريق يبذلون اقصار جهدهم في كل مباراة للذهاب الى اقصى حد ممكن محمد صلاح عين بدور مهم جدا ودور القائد والكابتن وصلاح حالين خلاص بقى اصبح لقى عنده خبرات كبيرة يستحق ان يكون كابتن المنتخب وده ظهر في مباراة الكوديفوار وايضا كمان في مباراة المغرب خدوا بقى لكم ممكن ده يكون مزظاهر للناس في الفترة السابقة في غرف خلاص الملابس في الكواليس في السفريات لكن على عرض الواقع بقى احنا ما شفنا احنا ده في الملعب ظهر ده بشكل كبير في مباراة الافيال ومباراة المغرب وبالتأكيد ان شاء الله يعني الفترة اللي جاية يكون فيه توفيق اعلى لان صلاح والمنتخب تحديدا يستحق بالفعل بطولة امم افريقيا في التوقيت ده لانه ده هيفري كتير او مع الجيل ده خلال الفترة الجاية نبدأ نخطط مع الجيل ده من اول فترة الجاية لان احنا عندنا لعبنا الاعلى مستوى كسبنا في البطولة دي بصراحة لعيبة محدش كان يتخيل او يفكر في فترة انه ممكن تكون لعيبة دي لعيبة دولية عمر كمال عبد الواحد في الجابهة اليومنا احمد ابو الفتوح في الجابهة اليسرى محمد عبد المنعم اللي كان له الساكيروش تحديدا من الناس اللي كان له دور كبير جدا ان اللاعب ده يكون اساسي في منتخبنا الوطني محمد الشناوي محمد ابو جبل الراجل اللي كمل مباراة المغرب وكان عايز يكمل كمان محمود جاد محمد صبحي الحمد لله عندنا زخيرة مميزة من افضل لعبي القرى الافريقية طيب نروح كمان لباقي الفقرات معايا الوطن سبورت بتصريح ليه كارلوس ساكيروش وجهه من خلال حسابه الرسمي على تويتر طيب حساب الوطن اهتم بهذه التصرحات وكتب عنوان فيها تحزون باحترام مشجعيكم كيروش بيقول لعبة المنتخب شباب لقد تأهلنا الى دور الاربعة بسبب التزامكم وتضحياتكم من اجل قميص منتخب مصر متأكد من انكم تحزون بالاحترام من مشجعيكم الحقيقيين من خلال طموحنا وتواضعنا بينما يستمر الاخرون في الحديث نواصل السير نحو اهدفنا وحلمنا طيب وهو كارلوس كيروش يبدو طبعا ان سوشيال ميديا يعني مسمعة في كل لعبة المنتخب وفي الجهاز الفني وكارلوس كيروش يمكن في رسالة ايجابية اكيد اللي كاتبه على حسابه الرسمة على تويتر ده بيقوله في الغرف المغلقة مع لعبة ان انتو تركزوا انتو ملتزمين بتضحوا كتير قوي عشان تفرحوا الشعب المصري لكن كمان في نقطة مهمة جدا قال متأكد من انكم تحظون بالاحترام من مشاجعيكم الحقيقيين ولكن اللي بيتحدث بقى بشكل تاني الاخرون دول يعني سيبوهم يستمروا في حديثهم وخليكم زي ما انتو في طموحكم وتواضعكم عشان نواصل السير نحو اهدفنا واحل من اعتقد رسالة واضحة ومباشرة من قارلوس ساكيروش على فكرة الرسالة دي مش للنقد الايجابي هو يوصد النقد السلب اللي كلنا عارفين هو يوصد مين انا عارف وانتو عارفين الناس اللي دايما بتركب التيرين وبتتكلم لهدف بس مش عايزة مصلحة منتخب مصر عايزة بس تقول عنوان او تقول منشط او تقول نقطة عشان الناس تشوفها وتسمحها لكن للأسف ده ممكن يأثر لكن واضح ان المنتخب في الناس مركزة عشان في الاخر تثبت ان الناس اللي بتتكلم دي مش هدفع مصلحة مصر طيب نروح كمان لي حساب يلا كورة وتكلموا على الهيستوري بقى والتاريخ اللي خطب اكلمكم عليه بعد إسناد مباراة مصر والكاميرون في نصف النهائي له تعرف على تاريخ بكاري جسامة مع منتخب مصر ست مباراة فاز منتخب مصر في ثلاث مرات تعادل مرة خسر مرتين خدوا بالكوا الفكرة مش في النتائج الفكرة في المواقف والقرارات التحكمية وكمان بكاري جسامة نجم موقعات مباراة التراجي التونسي والوداد المغربي حدش ينسى الموقع دي ولا حصل فيها خدوا بالكوا في مواقف كده ما بتنسهاش من ضمنها هذه المباراة وايضا كمان لما أدار مباراة الأهل والوداد عام 2017 بملكة سيمة الحكم الأسيوبي في أكتر مباراة مع القرى المصرية فالتاريخ كبير قوي مش فكرة مصر كسبت ايه وخسرت ايه لا التفاصيل جوه التفاصيل اللي موجودة في المباراة يكفي الاسم يعني بكاري جسامة الحكم الجنبي تخيلوا مرشح كاسعالم وبابلكت سيمة مرشح كاسعالم وما جيت نضاي مرشح كاسعالم وللأسف تخيل بقى مين عمر مش مرشح كاسعالم يعني كل الأخطاء دي والكوارث دي وعندك حكم في البطوة دي عامل مباراة ممتازة جدا زي مين عمر واخد الدرجة الكاملة في المباراتين مش مرشح كاسعالم حتى هذه اللحظة اتمنى يحصل تعديل بعد هذه البطولة المصر الرياضي بيكلموا عن عاجل خبر عاجل محمد ابو جبل للمصر اليوم هلعب مباراة الكاميرون ولا اشتكي من اي اصابة طيب هي تصرحات مهمة من محمد ابو جبل لكن عنوانها الرئيسي قال هلعب مباراة الكاميرون ولا اشتكي من اي اصابة اتمنى باذن الله يكون ابو جبل جاهز ما يكونش واخد مسكنات وانا واثق ان الجهاز الفني والجهاز الطبي مش هيلعبوا لعيب مصاب لكن ان شاء الله باذن الله يكون جاهز ولو مش جاهز عندنا ثقة كبيرة جدا في محمد صبحي وعندنا ثقة كبيرة جدا في محمود جاد مصر عندها افضل حراس مرمى في افريقيا لكن انا عاجبني جدا الحالة الايجابية للشناوي وابو جبل وجاد وصبحي مفيش الونات يا جماعة ده منتخب مصر ده الاساس اللي كلنا بنشتغل عشانه طيب نروح لليوم السابع عاجل اتحاد الكرة يصرف مكافئات تخط المغرب للاعبي المنتخب قبل مواجهة الكاميرون هنا بيتكلموا على صرف مكافئات الايجادة من الاستاذ جمال علام رئيس مجلس ادارة الاتحاد المواصل لكرة القلم مكافئات فورية للاعبي المنتخب قبل مواجهة الكاميرون والله اللعيبة يعني ايان كانت المكافئات اللعيبة بصراحة بتأدي برجولة ومباراة المغرب بلغة الكرة كده كان فيه غل خدوا بالك هو المعنى ده او اللفظ ده في لغة الكرة مقبول الغل ده انك عايز تكسر مش عايز تخسر وديربي وكلاسيكو مع الاشقاء في المغرب فالغل اللي كان موجود في المباراة دي ومباراة كودفور بقى اندل على شيء بيدل ان فيه روح كبيرة جوه اللعيبة عايزة تعمل حاجة لنفسها وللشعب المصري وان شاء الله ربنا هيكرمهم في مباراة الكاميرون يوم الخميس اسلون فيلا بيتكلموا بقى عن نجمنا محمود حسن تريزيجي ومش عارف دايما احنا دايما لما بنشكر في كل لعيبة هل احنا بننسى اسم تريزيجي والله ومش عن قصد والناس زيما انت قلنا يا جماعة انت ناسين تريزيجي ليه والله العظيم تريزيجي ده من اجمل واطيب وافضل اللعيبة اللي موجودة في منتخب مصر على الاقل اخر عشر سنين لعيب جميل جدا ولعيب ممتاز جدا ودوره ممكن ما يكونش واضح للناس لكن اللعيب لا غنى عنه في منتخب مصر وافضل تغيير في منتخب مصر خلال هذه البطولة وفيه بطولة قومة الفريقية اسلون فيلا بيتكلموا على تاريخ محمود حسن تريزيجي مع منتخب مصر في 2017 فاس بدرب الجزاء اهلة مصر الكاس العالم 2017 هدف انقص فريق مسكر البرجيكي من الهبوط وتاريخ بقى لغاية عشرين اتنين وعشرين كل التوفيق ان شاء الله لمنتخبنا والمحمود حسن تريزيجي خلال الفترة اللي جاي اخرج الى فاصل وبعد الفاصل نرجى مع بعض ونشوف الجديد اللي عندنا في الفقرات القادمة واحدة حديدا الحديث عن الاهلي في منديال الاندية اهلا بحضراتكم من جديد وزي ما انتو شايفين قدامنا على الشاشة دي لقاطات حية وخاصة وحصرية من مقر بأسة النادي الاهلي في امارة ابو ظبي ودي اول محاضرة لفريق النادي الاهلي قبل التوجه الى ملعب التدريب نهاردة بيتسو مسماني بالتأكيد ده مهم جدا يعقد محاضرة لكل اللاعبين الموجودين في المعسكر استعدادا بقى للمرحلة القادمة وقبل تسجيل القيمة الرسمية والنهائية بـ 48 ساعة الحديث بقى عن الجوانب النفسية الحديث عن الجوانب الفنية دي كمان جزء من شرح امور تحكمية مهمة جدا ومحاضرة مهمة جدا كمان عقادها الفيفا مع الاهلي النهاردة وكمان بقى الحديث عن الجوانب الفنية لفريق منتريئة المكسيكي وكمان ده وافع اللعيبة والاستعداد للبطولة كلام مهم جدا بالتأكيد من خلال الجهاز الفن لكن قدامكم على الشاشة دي لقطات خاصة وحصرية على الهواء مباشرة من مقر إقامة البعثة في أبو ظبي للاستعداد لأولى التدريبات اللي إن شاء الله بإذن الله هيكون أولى التدريبات النهاردة الساعة ستة ونص بتوقيت القاهرة كل يوم النادي الأهلي هيتمرن في نفس التوقيت لأن أول مباراة للأهلي إن شاء الله يوم السبت القادم الساعة ستة ونص على ملعب نادي الوحدة الإماراتي ملعب النهيان ورغم من الملعب يسع حوالي 15 ألف متفرج لكلنا ثقة إن على الأقل من 10 إلى 12 ألف أهلاوي هيكون موجود في هذه المباراة طيب نروح بقى لأخبار بأسة الأهلي وفي أخبار مهمة جداً النهاردة بخصوص بأسة الأهلي في هذه البطولة النهاردة زي ما قلت لكم أول مرة هيكون الساعة ستة ونص والمحاضرة زي ما قدامكم على الشاشة هي على هواء مباشرة في هذا التوقيت وإن شاء الله بإذن كمان هيكون في تدريبات استشفائية للعيبة في بداية المرة لتخفيف الحمل التدريب على بعض اللعبين علي معلول النهاردة انتظم في معسكر الفريق بالإمارات وعلي معلول لجي مباشرة من الكاميرون إلى أبو ظبي وكان في انتظار البعثة عمل إجراءات مسحة الكورونا وانضم للبعثة النهاردة بعد الإطمئنان عليه عقب طبعا خروج تونس من الدور ربع نهائي أمام بوركينا فاس لولا انتهاء مشوار المنتخب التونسي ما كانش النهاردة علي معلول هيكون مع النادي الآلي محمد محمود كمان النهاردة من المتوقع أنه ينتظم في التدريبات الجمعية للفريق ودغتر أحمد أبو عبلة طبيب بفريق النادي الآلي قال أن محمد محمود هيبدأ المشاركة بشكل تدريجي في التدريبات الجمعية اعتبارا من اليوم السلساء بعد الانتهاء من تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي خلال الفترة الماضية نتمنى يا رب محمد محمود يلحق ويكون موجود في البطولة لأنه زي ما أنت شايف يعني العدد أنت قدر مكان بتحول تجمع 23 قبل يوم الخميس اللي جاي النهاردة الاتحاد الدولي فيفا وده يعني بروتوكول بيتم في كل بطولة كاس عالم في اليوم التالي عاقب الوصول بتتعامل محاضرة تسقفية عن التحكيم ولوايح البطولة للعيبة وللجهاز الفني عشان ما يكونش فيه اعتراضات محدش عارف بند معين تم تغيير بند معين في قانون اللعبة في تعادلات الفيفا أجراها على نظام البطولة ولوايح البطولة فمهم جدا للعيبة تبقى عارفة مع الأجهزة الإدارية مع الأجهزة الفنية وده شيء متبع دايما من اللجنة المنظمة للاتحاد الدولي بتعقد هذه المحاضرات في اليوم التالي لوصول كل بئسة خلال هذه الفترة نهاردة كانت المحاضرة دي حوالي الساعة العاشرة من صباح اليوم وتكلموا كمان فيها عن تقنية الفار تقنية الحكم الفيجي والمساعد قدامكم على الشاشة هي بعض من كواليس هذه المحاضرة بحضور الكابتن سامير عدلي المدير الإداري وكيفية كمان الحديث عن حالات ارتجاج المخ والتبديلات الإضافية والمباريات اللي ممكن يكون فيها أشواط إضافية خلال الفترة اللي جاية رقلات الترغيح كلنا عارفين إن الفيفا لبروتوكول كده معين في مسألة ارتجاج المخ لقدر له لعيب عنده ارتجاج في الملعب وتغير مايلعبش المباراة التانية لازم يريع خمس تيام ما يخشش أي مباراة رسمية كمان التبديلات الإضافية في الأشواط الإضافية كل دي لها قواعد ضمنهو كمان المسؤول والمندوب من الاتحاد الدولي اللي كان موجود النهاردة مع وفد الأهلي لشرح كل الأمور الخاصة بالمحادرات التسقفية عن التحكيم ولوايح البطولة لللاعبين والجهاز الفن قدامنا كان الكابتن سامير عدلي المدير الإداري والمهندسة حناني الزيني مديرة اللوايح والترخيص المسؤولة عن هذا الملف وكمان قدامنا هو كمان الكابتن ماهر عبد العزيز المدير الإداري الخاص بفريق النادي الأهلي كمان النهاردة الحمد لله يمكن مصطفى شبير ومحمد مغربي عيلحاقة ببحثة فريق النادي الأهلي كلنا عارفين أن في الساعات الأخيرة كانت للأسف نتيجة المسحة الطبية بتاعتهم كانت إيجابية فكان فيه إجراءات يعني معينة احترازية تم اتخاذها في الساعات الأخيرة وتعاملت أقطة من مسحة للتأكد من سلامة الاتنين لعيبة شبير ومحمد مغربي والحمد لله النهاردة المسحة سلبية وعلى طول تم حجز لهم السفر في رحلة مساء اليوم إلى أبو ظبي للحاقة بالبعثة زي ما قلت لكم قدر الإمكان بنحاول يعني نستفيد من كل لعب محمد مغربي يعني هيبقى البديل الاستراتيجي لياسر إبراهيم ورامي ربيع ما عندكش في خط الدفاع غيرهم مصطفى شبير عشان علي لطفي وكمان حمزة علاء انتخذت كمان حارس مارما موليد 2003 فكنت مستني تشوف موقف مصطفى شبير الموضوع صعب جدا في مسألة استكمال القيمة وللأسف اللي حطنا في الأزمة دي قال التصريح وخلع لطلع يعتذر والقال كان سوء فهم سوء موقف سوء تأدير ما قالش أي حاجة خالص يعني حتى لو انت عندك معلومة ما كانتش واضحة اطلع يعتذر حتى احترام للجماهير اللي سمعت التصريح ده وتأكدت ان الموضوع هينتهي بكل بساطة وبكل سلاسة لكن للأسف يعني الموضوع للأسف يعني زد تعقيدا طيب اقرم توفي عمل عملية الروباط الصليبي وكان معاه دكتور احمد ابو عبلة قبل طبعا ما يسافر ويلتحك مع بعثة الاهلي واطمانيه على نجاح العملية الجراحية لكن حاليا اقرم بقى بيخضع لبرنامج علاجي في النمسا بعد إجراء جراحة الصليبي مهم جدا في عمليات الروباط الصليبي التأهيل اللي اهم من العملية نفسها التأهيل نتمنى يا رب بإذن الله نشوف اقرم توفيه خلال الفترة جاء ويرجع بسرعة للملاعب ونتطمن كمان عليه انه احد ابرز النجوم واللعب الرجالي قوي اللي بتلعب بكل قوة وجدية في الملعب اخرج الى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض عندنا باقي الفقرات وانتكلم كمان عن تريند الاهلي ونشوف كمان مشاركة الجماهير على سؤال النهار وقتنا بيجري معاك بسرعة فنروح نشوف تريند الاهلي وابرس حاجة كده موجودة فيه بسرعة يلا كورا النهاردة في الحساب الرسمي في مصدر مهم جدا اللي يلا كورا بيتكلم على ان الكابتن محمود الخطيب هيغادر لابو ظابي نهاية الاسبوع لدعم الاهلي بكأس العالم للاندية تابتن محمود الخطيب بعد ما يخلص الارتباط في استقبال الطبيب المعالج ليه خلال الساعات القادمة على طول هيغادر الى ابو ظابي عشان يحضر بالتأكيد باقي منافسات البطرة ويكون داعم بشكل قوي لفريق النادي الاهلي خلال هذا الاسبوع ونهاية هذا الاسبوع لدعم الفريق ان شاء الله في كأس العالم الاندية امام منتريه اولى المباريات يوم السبت القادم مهم جدا هذا الخبر كان نستعرضه النهاردة معانا فيه تريند الاهلي نروح له حساب في الجول وخبر في الجول حتى وقين وصل الاهلي للنهاية للأسف اصابة الشناوي في بطلطة الامم هتعيقوا عن المشاركة مع الاهلي في كأس العالم الاندية حتى لو الاهلي وصل في فينال يوم 12 فبراير الف سلام على الشناوي افتقدنا الشناوي اقرم توفيق بدر بنون لكن بإذن الله ربنا يكرم في باقي اللاعبين ويكوني كل جاهز في المباراة القادمة نروح له مشاركات الجماهير على السؤال الترحناه في بداية الحلقة من وجهة نظركم افضل مشاركة للاهلي في كأس العالم للاندية اول حاجة معي شاكر محمد بيقول بصراحة 2012 قدمنا بطولة ممتعة جدا عملنا مباريات روعة بقيادة الاسطورة بتاعتنا تريكا والجيل الزهبي وبعدها سنة 2020 عملنا مطشاط رائع ايضا وان شاء الله السنة دي نقدم بطولة جميلة ونقابل تشيلسي في النهائي رغم كل الغيابات والظلم اللي بتعرضه الاهلي احنا قادرين يا ابطال اثبتوا نفسكم نروح لرأي تاني حسين ربيع بيقول افضل مشاركة كانت 2006 كان جيل تريكا براكاد في لافي ومتعب وجمعة وشادي والحضري بقية اللاعبين وكمان السنة اللي فاتت كانت مشاركة ممتازة اتمنى اللاعبين يعملوا اللي عليهم وان شاء الله نعمل حاجة في البطولة دي يعني نتكلم عن 2006 و2020 و2012 مريهان بتقول 2020 كانت ممتعة جدا بصراحة ربنا معهم ويوفاهم يا رب احنا مش طلبين منهم غير انهم يلعبوا بقيمة تي شيرت النادي الاهلي النادي العظيم والتوفيق على ربنا سبحانه وتعالى نروح كمان لسعيد بيقول مساء الخير يا كابتن محمد مساء الخير يا فندم ان شاء الله تكون البطولة الحالية هي الافضل رغم كل الظروف التي تواجه النادي الاهلي الناس كلها عارفة الظروف صعبة جدا لكن ان شاء الله الاهلي بمنحضر في هذه البطولة شيتوس اهلاوي بيقول ان شاء الله البطولة دي نكون طرف في النهائي البطولة دي محتاجة رجالة بجد عمر محمد بيقول جميع المشاركات تاكانت مشرفة سواء حقق انجاز او لم يحقق اي انجاز كلام مهم جدا من الاستاذ عمر في الختام لان مشاركتك مع ابطال القرار في البطولة دي هو الحدث اللي بيفرد نفسه لانك بطل لقرة كبيرة هي القرة الافريقية واصعب منفسة بعد دوري ابطال اوروبا هو دوري ابطال افريقية في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة وبإذن الله لألتقي غدا في حلقة جديدة من برنامج الترينت شكرا وإلى اللقاء